قدي أحكي معك بقصة التلفزيون الجديد وزملائك بالجديد هذه الشغلة كتير كمان نشوفها نحن أنتو هل قدي عائلة هل قدي أنو منحب بعض ودايما أنو بتعملو لنا قصة نيابا نحن مغرومين هيدا مظبوط انتو كا شوفيهم هوني 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 أخواتك عم بحكي أجنبال ولا واحد منهم بعتجلوا تلفزيون جديد مع احتراء أكيد تحيي لكل عم سألين العائلة ايه انت صاحب مع الكرم صاحب مع كل الإعلامية والجديد وكل الموجود ايه أنا بالنسبة لألي بعمل كل بالتلفزيون كحد قريب مني لكن لماذا انت مميز عندهم عند مين عند النيو تيفي طب لماذا سألتهم لا سأقول لك شي أنا بالنسبة لألي بقناة الجديدة لا هلأ لهيد اللحظة بعد ربع ساعة ما بعرف شو بيصير بس كل شي بس كل شي هو الحياة جائز عقلا بالحياة إذا أنت عن جاد ملمة بتعرف إنه جائز عقلا بالحياة يصير أي شي فلذلك أنا دايما بعطي تشانس لحالي وبقدر قول ما بعرف بعدين شو بدي يسير لأنه لا يعلم الغيب إلا رب العالمين ما حدا بيعرف شو جاي غير اللي خلقك اللي يحطك حد الليلة كل الفكرة وما فيها كل الفكرة وما فيها أنا ندمان ندمان أنا أفتخر أنا أفتخر وسعيد ومبسوط فيك قد الدنيا وأنت بتعرفي محبتك عندك بتعتبر حالك عندك جمهور؟ ليش أنا كيف ناجح لو ما الناس شو ناجح من وراك يعني؟ أرجوك ناجح من ورا الناس فيك تحكيني بطورية أحسن منك أرجوك أنت بتعتبر حالك دائما تطرحي سؤالك صح؟ بجاوبك صح أنا عبرت لك سؤالي غلط ليه حسنتك توترت؟ توترت مش شفتيني قاعد ما بعمل شي يعني أنت بتحسس حالك عندك جمهور وبيدافوا عندك ومحبوب كتير؟ أنا أكيد عندي محبين وعندي جمهور اللي هني أنا بعتبر هني عملوني أنا واحدة منهم مرسي جاة دانيستا أنت بتعرف هذا الشيء مرسي مرسي طب تمام نعم أنت بتعتبر حالك من أنك غلطان مع حدا ومن أنك شايف حالك متعجرف عندك أوامر مثل كينغ مثلا أوكي؟ كينغ أنا كينغ بأخلاقي كينغ بتصرفاتي كينغ مع عائلتي كينغ باحترام للناس هني أخذ اتصال هني بس كمل أتفضل أوكي بس هني أكمل الجملة أتفضل كينغ بشغلي بس أنه أنا لأعمل حالي كينغ مين أنا لأعمل حالي كينغ هلأ إذا أنا كينغ أنا تمام بلاي أكيد بس ما أنا بقول عن حالي كينغ أعرفتك محلة فخامت الإسم تكفي أكيد فخامت الإسم تكفي إذا أنت ما بتفتخري بإسمك فهي كارثة اليوم إذا أنت ما عندك ثقة بحالك باللي بتعملي فهي كارثة ما هعتبر حالي ما هتستفزني أوكي حاتصل بحدا أقرب حدا إلك أوكي وحنسأله أسئلة نشوف شو قل شو هايزا هالشي مضغف أقرب مدعمت برافو سلا ترد ألو 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 بونجور ألو هلو سابا كيفك مدام ميرا تمام extrac oughtoto ماءكministة هلا أنا عم استضيف زوجك تمام وعم بيقول هو إنه هو حدا نعادى ما بعزي براية هإنه نورمول لان ساعمع بقول له أبصر شو فيه برأس الله الصنصان العنجد متحسيها كثارم بكل شي هالهي الشي مضبوط و Nieto je préf أنقري للك الحق مع ت impress احكي لبديك فش خلقك فش خلقك يا ميرا لا قلت يا مو انا يعني ماش يزعجني فيه انه تحت فش خلق يعني هو عن جد ما بيعزه انه عنديك واحدة احكيتك بس احكي عادين ما بيعزه يعني هو الغلط بالنسبة لقالي انه هو نسبك الانسان بيشوفه بطريقة بس مثلا هو فيه شي انا كثير بعزدني فيه تمام شو هو؟ احكيت اوبريني احكي حيوجيت عند الصخص الصح احكي بالولاد انا عنده ثلاثة ولاد ما عنده ولدان هيدا سيق؟ سيق كاملة الناس ممكن يشوفوه سيق بايبي من جوه عن جد عن جد يقوله انه انا جمت ولدان وكس مطنجة ثالث حتى بالطريقة التربية للولاد قدمهه ولاده نقطة ضعفه يعني انه هو ما بيعرف يقولهم لا مستحيل يقول لولد انه نونو خليف تضيفهم شي مرة خليف تضيفهم شي مرة تشوف الشو فيه ممكن يقولهم انه ما بيعمل بالعالم نونو هنو بيستضيفوه لانه هو قدامهم بسير غير انسان غير اللي بتشوفوه على التيفي كومبليتلي فانه اذا طلعوا هنه اقوى منه يعني اذا بتشوف كوكو كالين بنت اللي عمر 4 سنين كيف تحكي معه بيقولهم انه انت كل العالم اللي طلعتهم على التيفيك انت هلقدي قوي معهم وصارم كالين بتطلع الفارق بطريقة حكي معه كيف انه هي يعني الامر انه هو انه عراشي يا بابا اللي بديك هي يا بابا كل شي مضبوط يعني كل عذابك انت بيجي بينزعه هو بس يجي على البيت لتربي الولاد على النظام انا مجهودة دربة ثلاثة لانه انا بربي وانا ببعيدة وبرجع هو بينزعه برجع انا لو بدي ايش قاصص هاي دربة اشكيلي كه بقاللي طب فيك الاسسيون مش قدامي لو فيك الاسسيون دي طب فيني ما بقدر اتحمل انا شوف انت عم تبكى وابنه عم يبكى طب اميرا انت ليه ما بتربيه له معهم يعني هو مثل اللي بعدين نحكي بالموضوع لكن لازم بشوفك ضروري انا اوكي انجاد قلبي معيك وبدي ايقلك انه ما معقول قدي بيحبك تمام والله يخليكن لبعد ويخليكن العيلة الصغيرة يا لا انا شوية عم تون هدا حبيب تميرا اه الحلو اللي بعدين بس بدي كفة بفكرة انه انا قزت انه تمام هو ابن الثالث بس الحلو فيه انه هو عنده جامع شغلتان انه هو وقت العيلة والهيكوهسين هو بايبي بس اللي حلو انه انا بمراس انه بعدين اغلب النساء بحبوه انه وقت الجاد بكون هو ثمب وهو ظاهري وميمان فعيد الازدواجيه هي احنا الشي فيه عن جاد الله يخليكن لبعد وان شاء الله السنت الجيب تكون سنة كتير حلوة لقلكون وتكبر عيلتكن ان شاء الله كمان انا اقول كلمة لاميرا بدي واجهك لسالح يمكن بهيد الحلق اليوم عم نخلص نحن من 2021 عم نروح الى 2022 على الهواء مباشر عبر برنامجة مع تمام اللي هو انت اليوم استغليتي واللي انت اليوم مستقبلتين فيه انا بدي اقول للناس كله دعوه معي دعوة واحدة بتمناها لقلي ولقلكون انه الله يبعد عني وعمرتي وعن كل الناس ولاد الحرام واهم نقطة بالحياة اهم نقطة لما تكون باني عائلة وزرية صالحة انت بحياتك هتكون كتير مرتاحة وكل ما انت محصني عائلتك ومحصني بيتك ومحصني اهلك فما حدا بيقدر يهزك عشان هيك لما قلتلي بدي احكي مع ميرا قلتلك اهلا وسهلا بزوجتي والمرأة ومدامتي والامرأة اللي هي انا نقيتها بكل حياتي بدي اقول لها اي لوف يو سو مات بدي اقول لها خليكي قاعد شوي بجيز خليني تكمل حكيه اللي بدي اقول لها انه انا دعمي ونجاحي اكيد مرته الى يد فيه لانه الدعم منه متل ما الدعم كل انسان ناجح في حدا حده بيكون واقف متل ما انا بشكر فريق عملي اليوم بشكر مرته لانه مرته كميل حدا دعمني كل يوم وكل دياء وكل لحظة مرسي كتير ميرا اي لوف يو ينعاد عليك وعالوليك شكرا حبيبي باي باي عليك باي 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 قديش انت انسان حنود قديش انت عكس كل شي بتبينه للعالم مطبيع وهلأ بيانت اللي هشي بهذا الاتصال يريد فينا نفوت على المخرجوين في كمان شغلة مفاجأة كتير حلوة انت صراحة ما بعتقد حتتوقعها بعتقد حتكون كتير حلوة وبتمنى انت تسمعها ويسمعوها الجمهور هاي تمام كيفك اكيد كنا عرفت صوتي عرفت انك مستضيفينك حبيت موما اتمنى لك سنة جديدة وتكبر اكتر واكتر لان بعرفك انه انت مشتهد بشغلك وبتحب الصح ومؤمن وان شاء الله تكون سنة خير عليك وتكبر اكتر واكتر انا انا حبيت علاق بالسنة طلع بنتك بنتك ما قدرت تطلع معنا انه بدي فرجي للجمهور ثلاث نسوان بحياته لا تمام بله صراحة انا اغلى ثلاثة بحياته بس بنته صراحة ما قدرت وصلا صراحة طلع لبيع سمعت الحكة اللي حكيته امي تحكي كتير حلو كل انسان يتمنيه من امه صراحة هاتحكي جديدة اذا انت اليوم لا انجد انا بس كون عم بحكي عن والدتي فكون كتير جدي لانه عم تحكي عن الدنيا وعم تحكي عن الاخرة عم تحكي عن معاملتي بالحياة عم تحكي عن رضا رب العالمين عليك عم تحكي عن اي شيء بدك تحكي فيه عم تحكي عن ام اللي هي انا بالنسبة لها اللي هي كل شيء بحياتي انت نقطة ضعفة انا نقطة ضعفة امي اكيد و انا اذا انا اليوم واقف صامد بوجك متل ما صامد بوجك كتير ناس ناطرين لا يكسروني او ناطرين لا ينتقدوني خليني بس كمل كوني اكيد رضا امي و رضا بي الله يرحمه هول اتنين انا كيف هم عملك انا محصن انا محصن برضا اهلي و بتمنى سنت الجاي تكون حدي و مع ولادي و مع اخواتي و تضل جامعتنا كلنا الله يخليكونا مع البعض و مرسي على هيدا على هيدا المفاجأة عن جد من وتابعيني و بتحبني كتير كمان يرتك تقولك كمان على الهواء عن جد بتحبك مستعد بعد لمفاجأات مفاجأة تالتة اكتر من هيك احلى مفاجأة مش انت اللي بتكرر ما بتكرر يلا ام شو معنا ترونا اوكي مثل ما خبرتك انه صراحة انت صعب الواحد يعرف عنك كتير اشياء صراحة بدي اعرف اشياء لانه غامض لانه ما حدا مستحيل حدا يعرف شي عنه فيك قلتلك ما نفضحك شو بدي اعمل تفضحيني افضحك نانو شو بدي اكتير تعمل يلا بدي اعرف مين هو اوكي اول شي بونسوار اهلا وسهلا نانو مرسي كتير اهل فرصة الحلمة اوكي خلينا نشوف بالاول اكيد احنا عملنا شفل انجلال كاردز اللي بني هون وخلينا الاستاذ تمام يقطع الورق بديك تطلع على هولي الثلاث مجموعات من الورق بديك تطلع فيون منيح تركز طاقتك تتعرف شو هي اقرب طاقة ممكن تكون راح تصادفك بالقيام المقبلة اذا قل الرد نص ثانية نص ثانية ستاب تليز ما فيك تحكي ولا كلم انا الموزي انت ما تحكي فييز انا اللي هوني ارجوك هيدا مين دا انت مع موديا هيدا الكارت الحمدلله ايه اوكي بالاول حبي اقولك انه في عندك يمكن هيدا مش اول مرة اقولك هيدا الجملة انت من الاشخاص اللي عندن كارما جدا كبيرة بالحياة الحمدلله شايفي انه في عندك كارما مال يعني ممكن مبلغ انت تصدقت فيه او مبلغ انت ساعدت فيه حدا رح يدفع عنك البلاء بقصة شغلة يمكن كانت هتكون ممكن انه تؤذيك بعي شكل او باخر شايفي في عندك طاقة اندفاع نحو تحقيق مستقبل من نوع اخر لأول مرة تمام بلا شايفته رح يبرمدهره عن المنطقة اللي هو بيحس فيها بالامان شايفي في عندك مشروع شراكة مع شخصين او اكتر بمساعدة شخص انت بتعرفه من زمان او شخص مقرب للك رح تاخد ارار يا اما بتوقيع عقد ويا اما بصفقة عندك سفر الى دول عربية بالمجمل دول عربية بدون تحديد اي دولة لا لكن هيدا الموضوع هو سر انت يمكن ليل يلي كانوا يعرفوا قبل اليوم وهيدا وهيدا الخطوة فعليا رح تخليك تحس باستقرار جديد وانت متحمس او رح تتحمس اذا الله اراد لهيدا الشي وناطروا وعلى ابواب السنة الجديدة رح تكون بمحال تاني مختلف كليا ابواب السنة الجديدة بكرة يعني بكرة او نفتح الباب بتروح الشي جديد اوكي شي الوحيد انا تضحك يتضحك في الكاميرا تتركز على ضحك طول قليل ما نشوفها تانكيو نانا انت خلاص تعبت في كتير اشخاص متلاعبين حوالك كانوا عم بيجربوا يحلوا لك الامور لكن هني لأ كانوا عم بيوجهوا لك طاقة حسد او ممكن طاقة اعمال كمان انت كانت معرض لقلب الفترة الاخيرة فخلاص انت قررت انك ترفع الساف توقف كل حدا عنده حدوده ومبلش بداية جديدة بمحل يمكن انت مش حابب انك تكون فيه لكن اخدت القرار انه انت تنهي مسرحية ما كان الدور الانسب لقلك فيها المشكلة النفسية بما طلعت معك شو وضعه ليه بدلوا بوك الفيت بيدمر العالم ابدا يمكن انت وانا منعرف انه استاذ تمام منه من الاشخاص يلي الشكل شيء والمضمون شيء اخر تلحضرتك شكرا انا معروف انت لأول مرة راح تفكر بمصلحتك الشخصية يمكن انت في اغلب الاوقات كنت عم بتفكر بقصة جبر خواطر كرمال هيك انا هذه الورقة كتير دقيقة وبتمسلك فعليا انت شخص بارم ظهره بس عشو بارم ظهره على حنين الماضي يعني السن تجي ممكن تماما نشوفه بلبنان تمام بلاق راح يكون بمحل تاني مختلف جدا ليه بوك الفيس يعني ما سألتك انا بالنسبة ليه ما كذبتك وما كذبت الخبر وما كذبت اللي قالته حسنا طيب شكرا كتير نانو انبسطنا فيك نانو مرسي كتير شكرا كتير نانو مرسي كتير نانو مرسي كتير مرسي لألك نعاد عليك فاصل وانواصل موسيقى ورجعنا معكم متابعين لفقرة السندوق الأسود هالمرة دورك الملف الأسود الملف الأسود لا تمام بتحب قد تفتحي ملف؟ أكيد اتفضل ايه طلع طلع خلي المشاهدين يشوفوا هالموضوع هول دولارات هل تجي ما صار هالقد كبير؟ مش هون ايوه واسي الموضوع مش هون شو الموضوع الموضوع أول شي ما بتفتح يحطيه هنا أنا بطلب نضيف إذا بيحب يفتحه أنا حرة أول شي أنا أشوفوا عدي معي انا اتحلي استسكي مش الحال بتحب تفتح ليش هاتيندولارات؟ أنا ما عندك مطبخ عصوت عالي هيدا السؤال صوت عالي حدد فعلك حق حلقة وحوطتيلي الاسم انا بيحترم هيدا الاسم لأنه أكيد 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 لاحظة الهود وليدي توهمت بهذا الموضوع؟ لأنه هو هيدا الشخص جوك علي لانو اطلع مرتين عندي جواب على السؤال هيدا الشخص بيهجموه كتير كمان؟ دي سعلك سؤال أكيد بيهجموه كتير هيدا السؤال كتير تافي اللي طلعوا هو شقفة صبي عم بيلك يا حرفيا على الهوى شقفة صبي مدير أعمال أحد المنافسين أو اللي بينافسوا هيدا الفنان قال لما أنا مقبل اطلع هيدا الفنان إنه أنا أبضت منه لا يطلع تاني مرة عندي سؤال أنت اليوم لما طلعت على هوا برنامجي أنا اليوم أنت دفعتي لي مصاري جاوبيني على السؤال اليوم بشرة خليل لما طلعت أربع مرات معي دفعت لي مصاري اليوم لما طلع إكس و إجراك زاد من الناس اللي ضيوف اللي بقيين دفعوا لي مصاري هلأ مندوح لآخر شغلة موجودة بالسندوق الأسود بيهجموه معي أنا وعدتك اليوم بشي هيدا الصورة صورة مين مين أو شو ما نعرف اسمعي طيب مين شو والدك الله يرحمه شو المطلوب أنا وعدتك أدي وجعك هيدا رحيل لوالدك أكيد كان سندي شفتي هيدا الأول اللي شايفتيني فيها دمع عيونه كانوا مدمعين ليش شو عمله شو عمله أكيد أكيد أنت سبب شو ما سببكيني فيها لحليك شي ما رح تبكيني هاي يوم عرسة بس مين أعافي نعطاك إيها أكيد نور خالق هيدا تماميستا محدة بقلق تبسؤل شو بسوك هيدا الصورة؟ ايه أكيد للشرف وشو بتحب تقول له رسالة لوالدك بعد اللي هلأ وصلت له أنت بحياتك؟ بشوف حالة بشوف حالة يعني ما بتطلع فيها بتخيار حالة هيدا الشخص قدوة إلي هيدا الشخص كسرني إيه بس تعرفي من وراء الكسرة شو إجاني اللي عم تشوفيه هلأ أوكي؟ الله يرحمه أكيد دايما كان يعلمني أن أخبي تجري بالأرض ما كنت أفهم معناتها لما مات عرفت معناتها بس هي اليوم الفكرة أنه أنه أنا عنجاد بس أتذكر بي بتذكر بتخيل أنه وبإذن الله وراء هو بالجنة اليوم بتذكر وبدعيله وبقول الله يرحمه ومش بس أنا في كتير عالم هلأ هلأ بهاي اللحظة إذا شافوا صورته يكونوا عم يقرؤلوا الفاتحة فأنا بنصحك أنت وأنا وأي حدا يقرؤلوا الفاتحة يقرؤلوا الفاتحة أبدا لأنه البكي ما بيفيد الدعاء هو اللي بيفيد بكي أبدا منه غلط طيب خليكم بس أنا لأنه عايشتيني تحديد